الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْصِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا يُبَيِّنُ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضلال من خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأطاع غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الله في كتابه أن هذا هذه المخالفات لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو حال المنافقين كما قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع فتجاوز بهؤلاء الأتباع أو المتبوعين حدهم وخالفوا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويبين الله سبحانه وتعالى ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم أسباب دخول الجنة طاعته صلى الله عليه وسلم وفي مخالفته دخول النار قال صلى الله عليه وسلم كل أمة كما في البخاري كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ونجد في زماننا هذا كثيرا من الناس رفضوا كلام الله صراحة ورفضوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم بالآيات الواضحة البين في ذلك فيرفضون فوافقوا بذلك أهل النفق كما تجد اليوم من المتصوفة الذين يصرفون العبادات لغير الله جل وعلا والله جل وعلا ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لكي يعبد وحده جل وعلا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كلهم يأمرون الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وهو أن تكون العبادات هذه الشهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله أن تكون العبادات لله من دعاء وإستغاثة وتوكل ونذر كلها لله سبحانه وتعالى هذا هو معناها ليس كما يظن كثير من الناس اليوم أنه لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا يقر به المشركون الأوائل يعلمون أن الله هو الخالق قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقول إن الله ويقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله كانوا يعلمون أن الله هو الخالق والرازق قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله عارفين أنه الرازق الله والبدبر الكون الله لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويعلموا ويدعون غير الله من الموتى والمقبورين مع الله وأساس شركهم كان هو الغلوف الصالحين كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء خمس رجال صالحين من قوم نح لأن كثير من الناس الليلة بيقولوا الشرك ده عبادة الأصنام الأصنام لذا زات جنو هي صور لأنا الصالحين عظموهم مع الله قال فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم ثم أوحى إليهم الشيطان وننصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم قال فلم يعبدها لوائل ثم طال على الناس الأمد فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى فأساس الشرك كان هو الغلوف الصالحين قالوا أن هؤلاء وسطا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى زي ما يقولوا جماعة الليلة محمد المنتصر لزير وغير من الصوفية وهذا من الشرك بينه الله سبحانه وتعالى فالله ما أمرك أن تجعل بينك وبينه وسطا ولا شفعاء بل هذا حال أهل الشرك قال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى الله هذا الأمر شركا لأن الله أمر الناس أن يتوجهوا إليه وعده ووعدهم بالإجابة وما أمرهم أن يجعلوا بينه وبينهم واسطة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن الليل الناس خالفوا هذه الأوامر الواضحة من كلام الله من المتصوفة يدعون غير الله والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يخالفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وغير الله سبحانه وتعالى لا يملك لعابده نفعا ولا ضرا فكيف يتوجه المسلم لغير الله ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فلا يملك لنفسه كشف الضر عنها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فلماذا يذهب الناس اليوم إلى قبور هؤلاء الموتى ويسألونهم مع الله سبحانه وتعالى وهذا حال المشركين الأوائل يقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فالمسلم يتوكل على الله جل وعلا لأنه يعلم أن الأمر كله بيده وأن النفع والضر بيده جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهذا الشرك لا يرضاه الله ولو كان الذي تصرف له العبادة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا لذلك يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فلا تنبغي ولو كان الذي يدعى ملكا مقربا أو وليا صالحا بل دعاء غير الله من الكفر ومما وصفه الله أنه من صفات أهل الشرك بالله جل وعلا قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى الله دعاء غيره شركا فلا ينبغي للمسلم أن يدعو غير الله بعد أن سمع هذه الآيات الواضحة البينة التي تأمر بدعاء الله جل وعلا وحده وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل لكم من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا ما تنادي البرعي ما تنادي المكاشفي ما تنادي صايم ديمة أدعو الله براه لأن ما خلقك إلا لكي تعبده وحده جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل الخلق خلق لعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم حنفاء لله ولكن أكثر الناس لا يعلمون حنفاء لله غير مشركين به قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فاجتنبوا الرجس من الأوثان الأوثان دي ممكن تكون القفور زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مالك في الموطأ وكما عند أحمد في المسند اللهم لا تجعل قبر وسنًا يعبد فالقبر يمكن أن يكون وسنًا ويمكن أن يعبد مع الله كما حاصل اليوم من تعظيم القبور وتعظيم الموتى مع الله وصرف حق الله جل وعلا لهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لله خالصا كما في الصحيحين من رواية معاذ بن جبل قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فهذا حق لله لا ينبغي أن تصرف من ذلك شيء فلا تصرف لهذه الأوثان ولا للقبور شيء كما هو حاصل اليوم يطوفون بقبورهم والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق يطوفوا بهذه القباب والأضرحة كما يطافوا ببيت الله وتجدهم كما هو حاصل اليوم يسجدون لغير الله جل وعلا يجيز ذلك هذا الرجل المجرم محمد المنتصر وهذه عبادة الله جل وعلا يأمر أن يسجد له وحده يقول ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن محمد المنتصر قالوا أسجد للشيوخ ما فيها حاجة لشان كذا ربنا زي ما بينا لكم قال ومن يحص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلال واضح يرد كلام رسول الله وزي ما بينا لكم أن هؤلاء الناس صرفوا العبادات لغير الله جل وعلا يتوكلون ويعتمدون على هؤلاء الموتاء وهم لا يملكون شيئا والله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبينا أن الله كاف من توكر عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما الموتى والمقبولين فلا ينفعونك في الدنيا ولا في الآخرة يقول شوك بيقول لك في ذريبت المكاشفي ويوم الحلوق الكزم أبو كرون بيجيش وطنظم ما عندهم أي حاجة وهذا من الكذب الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء الذين صرفوا العبادات لغير الله قال تعالى عنهم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الجماعة الله قال لك ده الزعم ساكن إنهم بينفعوك يوم القيامة لن ينفعك أحد أبدا إذا جئت بالشرك بالله وصرف العبادة لغير الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الشفاعة لا تكون لأهل الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فالناس تحذر هؤلاء المظلين الصوفية الذين دعوك دعوك إلى أن تكفر بالله وتعلم أنك لن تدخل جنة الله بالشرك بالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لغي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لغيه يشرك به شيئا دخل النار وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار تحذر من هذا الأمر من الشرك كله كبيره وصغيره فلا تحلف بغير الله لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وإذا احتقت هذا أصلا شرك أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وأيضا من ذلك تعليق التمايم والحجبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمايم والتولى الشرك وهذه لا تنفع ولم يأمر بها رسول الله بل كل هذا من مخالفة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقوع في الشرك بالله فالناس يحذروا هذا الأمر هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله عليه وسلم افتع الفرصة الشيخ شهب شكرا